لكو انترناشنال بجد وتخدم بجهد كبير من اجل انه تدمر الهيمن الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية اليوم الصين تحدث مع المملكة العربية السعودية وعبرت المملكة العربية السعودية على استعدادها انها تتعامل بالليوان الصيني والريال والريال السعودي ايضا اهم اخبار اليوم نعرف انه نعرف انه مثلا دولة كما البرازيل تعتبر من القوات الاقتصادية في العالم وقوة صعدة وسوق نشدة من الاسواق الناشئة وسوق ناشئة محترمة جدا سواء من خلال الثروات الطبيعية اللي تمتلكها ولا من خلال الارقام اللي يتحقق فيها في التصدير وفي الانتاج اهمس اعلنت الحكومة البرازيلية انها توصلت الى اتفاق مع الصين لتخلي على الدولار واستخدام عملتيه مال محليتين بين قوسين شيء ذا كنا احنا نجم نعملوه مع تزير وتحدثنا فيه مع تزير عن السنوات وعقود الفرق انهم برازيليين انت عندك المعلومة معلش اه ما صارش اه فيناليزازيون مع الجزائر ما نعرش على خطر اه الدينار تونسي نجمي تراجع لا اه 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 المعلومة المعلومة لانه فما اه من الجانب الجزائري مش من الجانب التونسي فما مصالح كبيرة اللي بيش تتمس من جراء هل هل التعامل بالعملات المحلية معناها الكارتالات اللي تحكم في الجزائر اللي تحكم في الصرف تحكم في الصرف اليوم اللي يجي نيروه بريسك انا ما قلت شاي انا مش مسؤول على اللي انت تقول المهم اه لا انا نقصد انه كاني نجم يصير مع الجزائر بمعنى انه احنا نتعاملوا بالعملة متاعنا معناها نشروا معناها يكون الدينار تعامل كل البلاد بالعملة المحلية متاح ويكون ال وبعد نتحاسب وفي اخر العام ولا في اخر تريميستان نتحاسب ويكون الدينار الجزائري موجود في العملة الصعبة متاعنا ويكون الدينار التونسي موجود في العملة الصعبة متاع معناها في المخزون متاع العملة الصعبة متاع متاع المركزي الجزائري الاتفاق بين الصين والبرازيل بش يتيح لهم انهم يعملوا صفقاتهم التجارية مباشرة واستبدال اليوان بالريال والعكس بالعكس بدلاً من الاعتماد على الدولار نوعاً ما بديت الكتلة المالية من العملة الصعبة في الدولار بديت بشوي بشوي قاعدة تتقلص معناه مخزونات العملة الصعبة بمعنى أنه اليوم لم تعد كلمة العملة الصعبة تقتصر فقط على الدولار والفرنك السويسري والأورو وهناك نوعاً من العزم على إنهاء الهيمنة نعرفوا أنه جاء البرازيل جزء من البريكس والبريكس اليوم قوة قوة اقتصادية والنمو اللي تحقق فيه وتجاوز حتى من نمو المتاع الجي سيفن دونك اليوم بالقرار هذا التبادل التجاري بين الصين والبرازيل يعمل في 150 مليار دولار البارح نسمع في وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة قالت أنه لو تقرر السعودية تصدر النفط بالليوان مثلاً ولا بالروبية الهندية ولا بالروب الروسي فإن ذلك يعتبر كارثة حقيقية على الاقتصاد الأمريكي دونك إنهاء الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية هو كلام سابق لأوانه ولكنه لم يعد بعيداً جداً إنهاء هيمنة الدولار كلام سابق لأوانه ولكن لم يعد بعيداً مثل ما كان قبل عشرين أو تلاتين سنة اليوم ثم عزم وحتى من حلفاء واشنطن رأوا حتى من حلفاء واشنطن يريدون إنهاء هيمنة الدولار لأنه مثلاً مصر شنو مشكلتها اليوم آآ الهيمنة بتاع الدولار لو كانت كانت تنجم تتفرق السلة العملات إلى عملات أخرى كانت تكون الأمور الخير ببرشة معناه وحاجة أخرى زادة آآ اليوم ثم برشة بنوك مركزية توسع في سلة العملات امتاحها معناها ثم برشة بنوك مركزية اليوم في تونس في 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 العالم معناها لم لم تعد تقتصر كان على الريال وقلت دولار والأور والفرنك والكورونا وكذا بطبيعة نحن البنك المركزية يغطوا في سبيت عميق مزال حتى القانون متاع السرف كل عام يقول هاو بش يخرج بش يخرج بش يخرج بش نطالبوه بتوسيع سلة العملات ولا بدراسة اشكو اه شنوه نجمه بنطوره نجمه نطوروه شنوه الافكار دونك زيد دونك اه مبادلات من مية وخمسين مليار دولار تتحول سنويا تتحول الى آآ ريال ريال برازيلي وتتحول الى كم يوان صيني دونك والك الميوه وخمسين مليار دولار اذية فقدهم الدولار منكينوا دولارات فقدهم الدولار دونك الرقعة و الماب متاع الدولار تبده تتاكل بشوي بشوي جوست نحب نفسر واكاو دونك اه ما عليا ف النهيه هايمنة الدولار راو توتار معايا بس تتراجع معايا اخبار اخراج ما عندوش برشا اليوم المركزي المصري يرفع في سعر الفايدة بمئتين نقطة أساس يعني اثنين في المية في ظل تباطئ النمو الاقتصادي وخاصة في ظل تضخم معدل التضخم الرئيسي ارتفع في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى نحو تلاثة وتلاثين في المية بالنسبة لسعر الفايدة حدد سعر فائدة الإقراض عندها تسعتاش فاصل خمسة وعشرين وفائدة الإيداء عندها ثمونتاش خمسة وعشرين هذا في مصر نحكي شهادات الاستثمار من عارش كان في بالك وليد المرأة اللي فاتت وقتها طراح البنك المركزي شهادات الاستثمار بعيدات عشرين بالمئ� لما يرفع البنك المركز المصريين أو المواطنين المصريين يقول لك لما يرفع البنك المركزي في نسبة العوائد شهادات الاستثمار استنى ترفيع في سعر الفايدة والترفيع في سعر الفايدة بشي هز الجنائه اليوم ثم توقعات ان الجنائه تقصد بشي يتدحرج الجنائه يحتز وهذا راو من بين الاتفاقات مع صندوق النقل الدولي هذا راو واحد من اهم الشروط لصندوق النقل الدولي الجنائه نعطيك جزء معطال بالنسبة للنتج المحلي الحقيقي في مصر تباطأ في الربع الاخير من العام الماضي الى نحو 4% نحكيه دونك على اخر ثلاثي في سنة 2022 حقق نمو ب4% مقارنة بنحو 4.5% في الربع الثالث في الربع اللي من جوليا الى اكتوبر النمو كان ب4.5% في الثلاثي الاخير الثلاثي الرابع كان في حدود في الربع اللي من جوليا الى سبتمبر كان 4.5% من اكتوبر الى ديسمبر كان 4% النمو عادي على الاخير يصير هذا الكل لانه انا قلت لك الجنيه المصري شهد نوع من المقاومة في عصر جميل في عصر انور السادات اللي بدأ نوعا ما يتراجع من عصر انور السادات ثم حسني مبارك طالبه صندوق النقد الدولي على انتقادات المواجهة المبارك وعلى تتفق معه ما تتفق بشي معه ولكنه عمل ريزيستانس رهيبة جدا في ضد صندوق النقد الدولي وقال له انا من طيحش الجنيه لان التسات معناه التخفيض في الجنيه هو التدمير للاقتصاد بطريقة بحق خاصة ان انت سوق ناشئ وحتى عبارة سوق ناشئ ما نطلقوه على البراسيل على الهند ولكن مصر ما زالت في الفترة هذيك بلد يحكمها الفساد وحتى الثروات اللي تقدم فيها مصر ما هيش في مستوى التطلعات متاع دولة تناجم تكون التطورس في الصناعات متاحة وتكون متقدمة واليوم ننطلقو في سنة 2015 من 6 جنيه للدولار الواحد اليوم وصلنا اليوم خبراء تحثوا على ان الجنيه ناجم يوصل الى عتابة 38 جنيه للدولار الواحد وخمش وثلاثين جنيه للدولار الواحد اليوم تخلص مية دولار كنت تخلص مية دولار معناها 600 جنيه في 2015 كنت تخلص 600 جنيه في 2015 يعني 100 دولار توا برا لو 600 جنيه قدش وليت معناها 600 جنيه معناها وليت 20 دولار يعني انتي تفيق غدوة تلقى روحك بين في خمسة سنين من كنت تخلص مية دولار وليت تخلص 20 دولار الغريب وين انه مارتين رئيس المصري عفلت حسيسي يرفع في سميق او الاجر الادنى سميق معناها المشكل انه سميق ترفع يصل لي ترفع حتى بل في جنيه معناها ولكن تكون في الدولار تلقيه نقص فهمت معناها وحاشة معناها هو كان 150 دولار المرفي تحكيت او لف بلاتو كان 150 دولار كيرفع في جنيه ولا مياه كان 170 دولار كيرفع في جنيه ولا 150 دولار كيرفع في معناها زادوا وظهر لي 1000 جنيه ولا 500 جنيه قلت والله غريب حاشا قويس والله ولكن هذا المشكل وين انا شنو الازمة امتاعي مع مصر انه يقع تدمير الجنيه المصري يعني هما يقدموا في الجنيه المصري ذبيحا طريدا شريدا يقدموا فيه كراهين لي صندوق النقد الدولي بدون حتى مقابل شنو المقابل ديون ديون شنو نعملوا بيع عاصمة في الصحرة المشكل انه اليوم التفخر ب ولو انه نوعا ما اليوم هذا كلم الكتاب الخليجيين ناخد ديون من اجل ان تنشأ اكبر جامعة في افريقيا واكبر كنيسة في افريقيا واكبر رخاء مش رخاء ماشي اسمها اللي علقوا فيها في المسيجد اللي تلقاه الفوق ثريا ثريا ناجفة اكبر ثريا في العالم في مصر في جامعة في مصر فهمت وفي بعض الخطابات تتكلم جابل عبد ناصر قال انا حعمل قصور رئاسية وحعمل طبيعي جدا انه اليوم ترجع الناس للفترة تذيك وللتصريحة تذيك وتبدا تحاسب فيك على التصريحة تذيك المشكل انه اليوم لم يقع استصلاح الاراضي الزراعية رغم اللي مصر لا تمتلك كثير من الاراضي الزراعية النهضة سد النهضة اثيوبيا ستبدأ مرحلة المل خطر الاقمار الصناعية اليوم تقول انه اثيوبيا بدأت في عملية المل الرابع يعني باش تتحكم في كل مصادر المياه بالنسبة المصارة ما تمشي استصلاح في الصحة ما تمشي استصلاح في مناخ العمال ما تمشي تم بعض الباقي الكل الجهود الكل بذلت للبناء من جديد شنو البناء الي هو عاصمة دريج جديدة الي هو كما يقولوا الاخوان المصريين الخرصانة منذ شهر مارس 2022 بداء انخفاض السعر السرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار اليوم وصل الى ما يقارب 31 جنيه تقريبا مقابل دولار واحد ذكروا لي تقريبا في سنة ولا اكثر شوية من سنة التالي كان السعر في حدود 15 جنيه معناها الضعف سعر الدولار مقارنة مع الجنيه المصري شكرا لك سليم الهرشي حكينا على الصين والبرازيل وحكينا كذلك على مصر في الانترناس